بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في موضوع الترجمة للمعادلة الجبرية وحلها بمعنى يكون لدينا هنا عبارة ذات علاقة بموضوع الجبر إذن نريد تحويل هذه العبارة إلى معادلة ومن ثم نريد إيجاد حل لهذه المعادلة لنأخذ هذا المثال الأول على سبيل المثال إذا كان مجموع قيمة X وناقص 35 هو 23 إذن مطلوب ترجمة هذه العبارة الجبرية إلى قانون ومن ثم نريد إيجاد حل لهذا القانون إذن لاحظ عندما نقول مجموع إذن العمل يعمل الجمع عندما نقول مجموع X وناقص 15 معناها أن الحدين المجموعين معا هو X وناقص 15 وعندما نقول هو معناها يساوي وعندما نقول 23 فمعناها أن الإجابة هي 23 إذن هذه هي الترجمة الجبرية للعبارة إذن نقول مجموع X وناقص 15 إذن هذا مجموع X وناقص 15 هو 13 الآن مطلوب إيجاد حل لهذه المعادلة هذه المعادلة بسيطة طبعا يمكن تبسيط هذه المسألة عملية ضرب إشارة الزائد بإشارة الناقص يعطينا إشارة ناقص إذن X ناقص 15 يساوي 23 لاحظ هنا الطرف الأيسر من المعادلة يحتوي على المعامل X على المتغير X وعلى قيمة ثابتة مقدارها ناقص 15 إذن يمكن هنا استخدام خاصية المساوى من خلال عملية الجمع للتخلص من الناقص 15 بإضافة الرقم 15 إذن هنا لو أضفنا 15 إلى طرفي المعادلة الطرف الأيسر يصبح X ناقص 15 زائد 15 والطرف الأيمن يصبح 23 زائد 15 إذن الطرف الأيسر هنا يتبقى منه المتغير X والطرف الأيمن هو مجموعة 23 و 15 وهو 38 يمكن ببساطة تأكد من صحة هذا الحل بالتعويض في المعادلة إذن نعوض قيمة X ب 38 في هذه المعادلة إذن X ناقص 15 تساوي 23 X هي 38 ناقص 15 هل فعليا هي تساوي 23 نريد أن نتحقق لاحظ الحد الأيسر فيه 38 ناقص 15 والجواب 23 والحد الأيمن فيه الرقم 23 إذن الإجابة صحيحة لنأخذ مثال آخر الفرق ما بين قيمة F والثلث هو 1 على 12 إذن هنا عندما نقول الفرق إذن العملية ما بين الحدين هي عملية طرح وعندما نقول ما بين F والثلث إذن نقول F ناقص ثلث وعندما نقول هو معناها يساوي و 1 على 12 هو قيمة الإجابة إذن عملية تفسير هذه العبارة إلى قانون جبري يصبح F ناقص ثلث يساوي 1 على 12 إذن لاحظ هنا يوجد على الجهة اليسرى للمعادلة F ناقص ثلث إذن يمكن إبقى ال-F لوحدة على الجهة اليسرى بإضافة زائد ثلث إلى طرفي المعادلة إذن نضيف زائد ثلث إلى طرفي المعادلة طبعاً هذا هو الحدود في الجهة اليسرى الأصلية هذا الثلث الذي تم إضافته هذه القيمة على الحد الأيمن للمعادلة وهذا الثلث الذي تم إضافته إذن الآن نستطيع التبسيط لاحظ هنا الحد الأيسر تبقى فيه المتغير F إذن هنا مطلوب إيجاد تبسيط لمجموع هذين الكسرين لاحظ الكسر الأول 1 على 12 والكسر الثالث هو ثلث إذن نستطيع إيجاد الحل من خلال جعل المقام مشترك لاحظ المضاعف المشترك الأصغر لـ 12 والثلاثة هو 12 إذن نجعل المقام في الكسرين هو 12 إذن لاحظ هنا 1-12 زي الثلث طبعاً الكسر الأول يظل كما هو لأن المقام فيه 12 أما الكسر الثاني وهو الثلث نضرب كلا البسط والمقام في 4 حتى نحول المقام إلى 12 إذن بعد عملية التبسيط يصبح لدينا قيمة F يساوي 1 على 12 زائد 4 على 12 وعملية جمع كسرين بمقام متشابه إذن نجمع البسطين ونقسمهما على المقام إذن 1 زائد 45 والمقام 12 إذن قيمة F تساوي 5 على 12 طبعاً حتى نتأكد من صحة الحل نعوض قيمة F في المعادلة الأساسية هذه قيمة F ناقص ثلث والطرف الأيمن موجود فيه 1 على 12 مطلوب التحقق من صحة هذه المعادلة لاحظوا الطرف على الأيسر فيه عملية طرح لكسرين بمقامين مختلفين إذن نوحد المقامين المضاعف المشترك الأصغر للـ 3 والـ 12 هو 12 إذن نجعل المقام للكسرين هو 12 إذن 5 على 12 تظل كما هي أما بالنسبة للثلث فنحول المقام إلى 12 بضربه بالأربعة إذن نضرب المقام بالأربعة والبسط في أربعة إذن 1 مضربة في أربعة مقسومة على ثلاثة في أربعة ونبسط هذا الحد الأول والحد الثاني يعطينا ناقص أربعة على أطناش إذن أصبح لدينا فرق بين كسرين المقام فيهما متشابه وهو 12 إذن نقول الإجابة هو البسط الأول ناقص البسط الثاني إذن 5 ناقص أربعة ساحب وواحد مقسومة على المقام وهو 1 على 12 إذن نفس القيمة الموجودة على يمين المعادلة الأساسية إذن نقول أن الإجابة صحيحة لنأخذ هذا المثال الأخير 187 هو حاصل ضرب الناقص 17 والأم إذن هنا العملية الموجودة لدينا هي عملية ضرب إذن نقول 187 هي ناتج ضرب الرقمين ناقص 7 والمتغير أم إذن لترجمة هذه العبارة إلى معادلة جبرية هذا هو الناتج 187 هو حاصل ضرب قيمتين وهي ناقص 17 و قيمة أم لاحظ هنا بين الناقص 17 والأم هنا عملية ضرب إذن هذه هي المعادلة الآن نريد تبسيط المعادلة لاحظ على الطرف الأيمن للمعادلة يوجد ناقص 17 إذن نريد جعل قيمة أم بمعامل واحد إذن نقسم طرفي المعادلة على ناقص 17 إذن الطرف الأيسر يصبح 187 على ناقص 17 والطرف الأيمن يصبح ناقص 17 على ناقص 17 مطروبة فيه أم لاحظ الطرف الأيمن أصبح فيه أم لوحدها فاستخدام الخاصية التبادلية بين الأرقام الحد الأيمن هنا وهو 187 تقسيم ناقص 17 طبعا الإجابة ستكون في قيمة السالب والقيمة هي 11 إذن الإجابة هي ناقص 11 حتى نتأكد من صحة الإجابة هذا هو القانون الأساسي نعوض بدل قيمة أم بناقص 11 إذن 187 يساوي ناقص 17 مضروبة في أم وهي ناقص 11 هل القيمة على اليسار مساوية للقيمة على اليمين طبعا لاحظ القيمة على اليسار هي 187 أما القيمة على اليمين طبعا عملية ضرب إشارة الناقص في نفس الإشارة الناقص يعطينا موجب و 17 مضروبة في 11 يعطينا 187 إذن الإجابة صحيحة إذن هذا كل ما يتعلق بعملية تبسيط وحل العبارة التربعية بعد عملية ترجمتها إلى قانون جبري شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته